كتابا بكتاب تحاول مكتبة جامعة الموصل أن تعود لألقها بعدما حل بها جراء العمليات العسكرية التي أتت نيرانها على 8% من احتويات المكتبة المكتبة كانت تضم 3500 كتاب نادر يعود تاريخ البعض منها إلى أوائل القرن الثامن عشر كما ضمت المكتبة 5000 مطبوع حكومي يرجع تاريخها إلى تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ويقول العاملون في المكتبة أنهم يحاولون إعادة تشكيل والترتيب الكتب كحاجة ملحة لجامعة الموصل وطلابها نسبة الدمار كانت ما يزيد عن 98% لم يستم صراحة من المكتبة من المليون سوى تقريب العشرة آلاف كتاب ودورية البعض منها الحمد لله كانت كتب نادرة بلغات متعددة وأيضا هناك الكثير من الدوريات التي تحتفظ بها جامعة الموصل هذا الموقع البديل للمكتبة يشهد اليوم حملات لإعادة بناء المكتبة وقد جمع حتى الآن أكثر من 6000 كتاب وتعهدات من دول مختلفة بتقديم الدعم يعني أتجينا كتب من جامعات أجنبية مثل جامعة بليموث، جامعة مانشستر وبعض المنظمات تتبرع حتى بأجهزة مثل العنف وفنوزة هاي تتبرع للمكتبة المركزية لكن المشكلة برأي العاملين في مكتبة الموصل هو عدم توفر مكان لمرتدي المكتبة من الطلاب بعد تدمير مقر المكتبة الرئيسي بصراحة المكان ما تساعد أن نعمل إعارة للطلاب يعني أدنى كتب لا عدنا مكان نصفط بها لا عدنا مكان هذا نسجل قيود يعني الآلية ما تساعد أن نطقي إعارة تقريبا شغلنا متوقف طيب كثير طلاب وصفهم وصفهم يجعون أشياء تمشي المكتبة أتمنى أتمنى يعني في القريب العاجل إلى قلنا مكان يعني هي جائزة تكون حلم لكن ما صعب لتحقق إن شاء الله تتحقق هذا الحلم يبدو أنه تحدي كبير لكن إعادة بناء هذه المكتبة هو السبيل برأي الموصليين لإعادة مدينتهم لتكون مركزا ثقافيا مهما كما عهدها العالم اشتركوا في القناة